أرى أن أردت تحريري على مرحباتي على المعارضة في العام الأوليية. أتمنى أنه سيكون سعيدة ومعرفة. عزائي طالبات وطالبات الصف الثالي الصناعي أهلا ومرحبا بكم كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله نتمنى لكم سنة سعيدة. اليوم سنبدأ بأول يونت في المنهج الدراسي اللي عندنا. أول يونت بيتكلم عن ماتيريال. ما هي المنهجة الماتيريال؟ هذه هي ماتيريال. ما هي المنهجة الماتيريال؟ المنهجة الماتيريال. هذه ماتيريال. ما هي هذه؟ هذه ماتيريال. هذه ماتيريال. تمام؟ فننتعرض اليوم سنعرض إلى معظم الماتيريال اللي حوالينا. ونعرف كيف يستخدم كل ماتيريال في استخدامه الصحيح. ونستخدم كل ماتيريال في الاستخدام الصحيح بتاعه. علشان كده بداية بنبدأ نقول أني علشان أعرف الماتيريال دي بتتعامل بها إيه؟ لازم أعرف الماتيريال اللي هي الخواص الخاصة بالماتيريال. أو الحاجة اللي هي بتختص بيها. وظيفتها إيه؟ علشان كده أقدر أوظفها في أشياء تقدر أنها تخدمنا صحة. بداية عنوان اليونت عندنا ماتيريال. ماتيريال يعني المواد الخام. عندنا هنا من أنواع الماتيريال. هنا ماتيريال، مياتلز، رابر، بلاستيك، تمام؟ جولد. في عندنا هنا إزاي؟ يعني إيه متيريال؟ يعني مادة خام. طب تمام. الماتيريال عندنا هنا، الربر. الربر يعني إيه؟ يعني مطاط. يعني إيه مطاط؟ يعني حاجة إلاستيك. يعني إيه؟ فليكسبل. يعني أكيد لها استخدامات معينة. وهنعرف دلوقتي ممكن نستخدمها في إيه؟ ثاني حاجة عندنا هنا البلاستيك. البلاستيك هنا بيبقى استخداماته كتيرة. وبنعرف إزاي نستخدمه. لما هنعرف دلوقتي البروبراتيز أو بلاستيك. وإزاي إن إحنا نقدر نوظفه في حاجات تخدمنا في حياتنا وحوالينا. الجول طبعا من الحاجات اللي إحنا بنستخدمها في حاجات كتير. في الزينة، في إن إحنا نصنع منها حاجات كتير جدا. وهنعرف ليه بنصنع بيها الأشياء دي. تمام؟ بعد كده عندنا في نيو فوكابلاري. نيو فوكابلاري. برضو نيو فوكابلاري دي في منها أجزاء أو حاجات فيها ماتيريالز. فايبر جلاس. فايبر جلاس. فايبر جلاس. What is the meaning of fiber glass؟ فايبر جلاس means زجاج ليفي. يعني إيه زجاج ليفي؟ كلمة هي أصلا علشان المادة الخام دي هي مادة مصنعة من أشياء كتيرة. فعشان كده سمناها زجاج ليفي. steel. steel. What is the meaning of steel؟ steel يعني حديد صلب. حديد صلب. طب إحنا steel هنا دي مادة خام طبيعية. مادة خام natural. يعني مادة خام بتطلع كلها على بعضها كده. غير اللي قبلها اللي إحنا مصنعين. iron. 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 What is the meaning of iron؟ حديد. نيجي بعد كده. cover. 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 verb. cover. يغطي. wind surf board. wind surf board. What is the meaning of wind surf board؟ اللي هو اللوح الشراعي. float. 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 يطفو. يطفو يعني يعوم فوق وش المية ما يغرأش. بعد كده عندنا برضو أفعال تانية. break. break. What is the meaning of break؟ يكسر. prevent. 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 يمنع. life jacket. life jacket. life jacket. what is the meaning of life jacket؟ يعني سطرة النجاة اللي إحنا بنلبسها وإحنا بننزل المية علشان تمنعنا من الغرق. sink. 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 يغرق. يغرق. bend. bend. يثني. يثني. hull. hull. يعني هيكل. mast. 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 what is the meaning of mast؟ mast means sorry. sorry. الصاري دوت اللي هو بيكون في القارب الشراعي اللي إحنا هنتكلم عنه بعد شوية. bum. 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 العرضة. sail. 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 الشراع. board. 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 هنا معناها اللوح أو هنا بنتكلم عن سطح السفينة. rub. 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 يعني حبل. leather. 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 يعني جلد. silver. 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 يعني فضة. concrete. 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 what is the meaning of concrete؟ يعني خرصانة. bricks. 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 يعني طوب. طبعا في هنا برضو أنواع من الماتيريالز. دلوقتي هنبدأ نتكلم عن properties of materials. هنا عندنا properties of materials أو الخواص اللي هي مختصة بالماتيريالز. في عندنا الصفة والنون بتاعها. الصفة والنون بتاعها. طبعا إحنا هنعرف لتنين علشان إحنا هنستخدم الصفة في جمل وهنستخدم النون في جمل. علشان كده لازم لما نيجي نحفظ نحفظ الصفة ومعها النون على طول. الاتنين مع بعض. هتلاقي في تشابه كبير بينهم مع اختلاف حرف واحد في الآخر أو حرفية. فاحنا لازم نحفظ الصفة والنون أو الادجيكتب والنون بتاعها. ولكل property هتديك example هتديك example نقدر إن إحنا نتعرف على المادة دي نقدر نستخدمها في إيه علشان هي عندها الصفة دي. اوكي؟ لاتس جو. adjectives. عندنا هنا ductile. 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 يعني قابل للسحب. قابل للسحب. ductility. ductility. اهو لو بصينا هنا هنلاقي. ductile هنا فيها كتير بس مع اختلاف حرفين ثلاثة في الآخر اللي هي ductility. يبقى ductile هو الصفة الادجيكتب أما النون بتاعها ductility. طب إيه الexample بتاعها أو المادة الماتيريال اللي فيها الخاصية ديت هي الكابر. 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 وتدامين نجاقف كابر. كابرز مين النحاس. يبقى معنا كده إن إحنا عرفنا إن خاصية مهمة جدا للنحاس وهي إن هي قابلية السحب. وتدامين نجاقف قابلية السحب. قابلية السحب إن أنا أقدر أشده من غير without break. يبقى إن أنا أشده جامد من غير ما هو يتكسر أو يتقطع مين. أوكي. بعد كده كلمة flexible. 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 فلكسبل. يعني إيه flexible؟ يعني marine. flexible يعني marine. flexibility. flexibility. وتدامين نجاقف flexibility اللي هي المرونة. النون. النون من flexible هي flexibility. طب إيه الماتيريال اللي فيها الصفة ديت. هي الربر. اللي إيه الربر. الربر اللي هو المطاط. إحنا عارفين إن فعلا من خواص المطاط إن هو flexible. وتدامين نجاقف flexible. يعني when we pull it. it doesn't cut or break. it doesn't break. pull. يبقى إحنا نقدر إن إحنا نشكله بأي طريقة إحنا عاوزينها علشان هو flexible. marine. أوكي. بعد كده عندنا برضو. malleable. 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 طبعا كلمات هنا إلى حد ما تقيلة شوية. بس واحدة واحدة هنقدر إن إحنا نقراها كويس. ولو قريناها مع بعض قريتها ورايا هتتعلم إزاي how to pronounce it right. أوكي. malleable. malleable. malleability. malleability. malleable means قابل للطرق. وتدامين نجاقف قابل للطرق. يعني أنا لما أجي أدق على المادة ديت المادة دي ما بتكسرش مني. يبقى لما أجي أدق عليها بتتشكل معي زي ما أنا عايز. فدي خاصية موجودة في الغولد. في الغولد. في الغولد. طيب. الغولد عندي إحنا بنشوف إن هو بيتعامل أكتر من حاجة. بيتعامل rings. بيتعامل necklace. بيتعامل bracelet. بيتعامل كل حاجة. ليه بيتعامل كل حاجة؟ لأن أنا لما بدق عليه. وبشكله زي ما أنا عايز. بديله الشكل أو الشيب اللي هو اللي أنا عايزه. أوكي. conductive. 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 conductive يعني موصل. موصل للحرارة. أو موصل للكهربا. أو أي حاجة موصلة. يبقى conductive معناها موصل. conductivities. conductivities means قابلية التوصيل. قابلية التوصيل. طب إيه الماتيريال اللي عندنا موجود فيها. البرابرتي دي. اللي هي aluminum. aluminum. وتزمين جواب aluminum. means in Arabic. aluminum. aluminum. لكن لما نيجي ننطقها. aluminum. أوكي. aluminum فعلا هو موصل جيد لإيه بقى؟ للحرارة. علشان كده معظم البوتس اللي هي الفوت بوتس بتاعتنا كنا بنصنعها من ال aluminum. علشان هو بيوصل الحرارة جيد للفوت. فبالتالي بيتم عملية الستيونج بتاعه كويس جدا. أوكي. بعد كده. transparent. transparent. وتزمين جواب transparent. شفاف. شفاف. transparency. transparency. يعني شفافية. طب إيه الماتيريال اللي عندنا بتختص بالصفة دي كل اللي أنا عارفينها طبعا. وهي الغلاس. الغلاس. الغلاس عندنا هنا لما بنقول إن هو في transparency. معنى إيه؟ معنى إن أنا لو أنا عملت من window يبقى I can see what is behind this window. أوكي. يعني بيسمح لي إن أنا أشوف إيه اللي وراء الزجاج دي. علشان كده إحنا بنستخدمه في صناعة إيه الwindows. بنستخدمه في عمل الwindows. أوكي. tough. 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 what is the meaning of tough. tough يعني متين أو صلب. متين أو صلب. toughness. toughness. دي النون عندنا النون toughness. طب إيه الماتيريال اللي بتختص بالصفة دي هي الفايبر جلاس. الفايبر جلاس. الفايبر جلاس هنا أنا قلت إن هي مادة مصنعة مش مادة طبيعية. وإحنا هنا بنعملها علشان تدينا مادة تانية أكثر صلابة وأكثر متانة. نقدر نستخدمها في حاجات كتيرة جدا. وحاجات صعبة إنها تكون مش متينة. دلوقتي هنعرف كتير قوي من الحاجات اللي إحنا بنصنعها من الفايبر جلاس. وهنعرف أهميتها قويس قوي. تمام؟ نيجي بعد كده لإزاي أعبر عن خصائص المادة دي. يعني أنا دلوقتي قلت لك أنا عندي الدهب وعندي الحديد وعندي كل الماتيريالز كل حاجة لها أجكتف. طيب أو لها بروبيرتز. أوكي؟ طيب أنا أعمل إيه؟ لما أجي أسألك دلوقتي أقول لك المادة ديت إيه هي الأجكتف بتاعتها أو إيه هي البرابيرتز بتاعتها. لما أجي أقولي البرابيرتز بتاعتها أنا عندي كذا طريقة إن أنا أعبر بيها عن البرابيرتز الخاصة بالمادة. أول طريقة هي إن أنا أستخدم الأجكتف. إن أنا أستخدم الأجكتف. وحطها في سنتنسز تكون مدياني الميننج كله كامل. طيب يا ميز دلوقتي أنا هستخدمها إزاي؟ أول حاجة بقول لك أول حاجة قلتها خالص قلت إيه؟ أنا لازم أعرف البرابيرتز والأجكتف والنون. تمام كده؟ طيب إحنا هنستخدم النون في إيه؟ دلوقتي حالاً هنعرف هنستخدم النون في إيه؟ لما أجي أعبر عن أقول رابر إز فليكسبل. رابر إز فليكسبل. أنا هنا بوصف الربر عندي بالصفة بتاعته اللي هي فليكسبل. طيب أنا عندي فليكسبل هنا. استخدمت الأجكتف ولا النون؟ لا استخدمت الأجكتف. يبقى لازم قبل ما استخدم الأجكتف بتاعتي أحط قبلها إز. أحط قبلها إز. علشان كده القعدة فوق بتقول إن إز بيجي بعدها على طول الأجكتف. لما أكون أعايز أتكلم عن الأجكتف على طول أحط قبلها إز. أحط قبلها إز. هتبقى عندي الجملة رابر إز فليكسبل. مش عايز أحط فليكسبل يبقى هقول رابر إز فليكسبل. رابر إز فليكسبل. طيب تعالوا نشوف الجملة التانية ونحللها مع بعض. رابر إز فليكسبل تي. طب أنا هنا جبت كلمة فليكسبل تي. لو أنا رجعت الكلمات اللي أنا خدتها قبل كده. هلاقي إن فليكسبل تي. هي النون اللي عندي لفليكسبل. يبقى هنا فليكسبل تي. النون بتاع فليكسبل. طيب رابر إز. أنا حطيت هنا إز زي ماك حطيت قبل الأجكتف؟ لا ما حطيتش إز. حطيت هاز. يبقى القاعدة التانية بتقول إني لو أنا عايز أحط النون. يبقى لازم أحط قبله هاز. هتبقى الجملة عندي. رابر إز فليكسبل تي. رابر إز فليكسبل تي. يبقى أنا دلوقتي خدت حكتين. اللي هو الأجكتف اللي أنا قلت عليها في الأول. وخدت النون. وقلت لما أجي أوصف المادة بالأجكتف. هحط قبلها إز. أجي أوصف المادة وحط النون. لازم أحط قبلها هاز. علشان كده بقول أنا ليه بحط في أول حاجة. الفوكابلاري والنيو فوكابلاري. علشان لما أجي أشتغل بعد كده. أتذكر الكلمة اللي أنا بكلم عنها دلوقتي. أنا شفتها في أول الحلقة مثلا أو في أول الدرس. معناها كذا. يبقى أنا هنا هستخدمها في كذا. ده الهدف من وضع الفوكاب في أول الدروس. في أول الدروس. إن أنا أقرأ الفوكاب كويس قوي. وأفهمها كويس قوي. بالتالي هقدر بعد كده أفهم قواعد الجرامر. هقدر أفهم التاكست الموجود. وأقدر أقرأه وهكذا. نيجي للطريقة اللي بعد كده. اللي هي بتقول. يمكن التعبير أيضا باستخدام المضارع البسيط. تعبير عن إيه؟ عن خصائص المواد. إحنا لسه في نفس الموضوع. طب إيه هي الجزئية اللي جاية؟ Iron rusts easily. Iron rusts easily. What is the meaning of rusts؟ Rusts معناها إن هو يصدق. يصدق بسهولة. يبقى من خواص الحديد هي صفة منه مش كويسة. بس صفة بتخليني أعرفها. لازم أعرفها علشان لما أجي أوظفه وأصنع منه حاجة. أعرف إن الحاجة دي لو جدت فيها حاجة معينة بتصدي. جاء عليها عوامل رطوبة عوامل مية أي عوامل من كده. ده بيخليها إيه تصدق. إيه تصدق. يبقى أبعد عن حاجات معينة أصنعها منه. تمام؟ طيب يبقى أنا عندي هنا Iron rusts easily. طب هنا يميس أنا لا جايب صفة ولا جايب نون. طب أنا جبت إيه هنا؟ استخدمت هنا present sample. present sample. دي طريقة تانية إن أنا أعبر بيها عن الخصائص المواد. وهي استخدام present sample. Iron rusts easily. Iron rusts easily. يبقى أنا عندي هنا استخدمت present sample علشان أوصف المادة دي. في حاجات تاني؟ أيوة في حاجات تاني. في ممكن استخدم كلمة doesn't. what is the meaning of doesn't؟ doesn't هنا هو نفي present sample. النفي لل present sample. يبقى أنا عندي present sample والنافي بتاعه. can be يستطيع أو يقدر. can't be is easy to is difficult to الكلمات دي هنشوف دلوقتي إزاي هنستخدمها في التعبير عن الصفة أو properties of materials. rubber doesn't break easily. rubber doesn't break easily. أنا استخدمت هنا doesn't plus infinitive. الإنفينيتف عندي اللي هو break اللي هو what is the meaning of infinitive. قلنا المصدر اللي هي اللي هو without any addition to verb. أوكي. doesn't break means اللي هي لا ينكسر بسهولة. يبقى rubber doesn't break easily. يبقى دي جملة استخدمنا فيها doesn't. طيب. بعد كده هنستخدم كلمة تانية. glass can be broken easily. glass can be broken easily. آه. يبقى هنا الإزاز من الممكن أن ينكسر بسهولة. طب علشان أحط can be miss في قاعدة معينة أمشي عليها. أو طبعا في قاعدة معينة. لازم نعرف أن can be لازم يجي وراها الverb في past participant. ليه في past participant؟ لأن الجملة هنا عندي مبنية للمجهول. المبنية للإيه؟ للمجهول. اللي هو passive voice. passive voice. يبقى الجملة لازم تكون can be plus pp. يبقى glass can be broken easily. can be broken easily. من خواص الزجاج أنه هو يقدر نحن بيكسر بسهولة. بيكسر بسهولة. طب تعال معي نشوف اللي بعدها. glass can't be bent. can't be bent. طب can't be هنا بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها برضو ال be be أو ال past participant. يعني ايه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ ما هو can be دوت هو ال infinitive بتاع can't be. يعني ده هنا اللي هو الاسبات. ولكن ده ال negative اللي هو النفي. تمام كده؟ يبقى نفس القاعدة واحدة. تمام؟ يبقى هنا خدنا خاصية للزجاج اللي هو can be broken easily. انه هو بيتكسر بسهولة. في خاصية تانية خدناها اللي هي انه هو ما بيتنيش. يعني مش من السهل اللي هو نتني. والخاصية اللي خدناها قبل كده اللي هو transparent. كل الخواص دي نقدر نعبر عنها بأي كلمة من الموجودين عندنا. نشوف حاجة تانية. glass is easy to break. glass is easy to break. أنا استخدمت هنا كلمة is easy to. طيب أنا هنا حطيت to بعدها infinitive اللي هو المصدر الفعل. مصدر الفعل. طيب. graphite is difficult to break. graphite is difficult to break. graphite اللي هو الجرافيت اللي هو مادة من المواد ده برضو. هو من الصعب انه هو يكسر. اللي انا عايزة اوضحه هنا. انه is easy to. و is difficult to. لازم يجي بعدهم الفرب في الانفينيتب. لازم يجي بعدهم الفرب في الانفينيتب. يعني أنا هنا عندي مجموعة كلمات. و كل كلمة منهم بيبقى ليها رول معينة. الرول بتاعتها لازم اتعامل معها صح. يبقى لازم اكتب الرول صح. و اكتب الجملة تديني المعنى اللي انا عاوز اقوله. ما ينفعش ان انا اقول كلمة ليها رول معينة. ادخل فيها حاجة. لا. انا هنا بقول ان كل كلمة الرول بتاعتها اهي. الكلمة دي بتتحط الرول دي. وهكذا. لان الكلمة ليها معنى معين. والمعنى دوت ليه جراماتيكا الرول معينة. تمام. نيجي بعد كده لنشوف الجملة اللي عندنا دي. ونشوف هو عاوز مننا ايه. كونكريت هاز كومبريسيف سترانس. كونكريت هاز كومبريسيف سترانس. ماذا يعني هذا المعنى؟ هذا المعنى ان هو بيقول لي ان الخرصانة لها قوة تحمل. بتمتاز بانها قوية التحمل. طيب هنقرأ بقية الجملة وهقول دلوقتي احنا عاوزين ايه. كونكريت هاز كونكريت. انا بقول هنا جملة كاملة بوصف فيها الكونكريت. طيب الجملة دي استخدمنا فيها ايه من اللي احنا لسا عاوزينه دلوقتي؟ اول حاجة استخدمناها اللي هي كومبريسيف سترانس. يعني ايه كومبريسيف سترانس اللي هي قوة ايه؟ الضغط. قبلية الضغط او قوة الضغط. طيب قوة الضغط دي هل هي ناون ولا فيرب؟ ها؟ انا سمع حد بيقول لي. ناون هي فعلا ناون. علشان انا حاطت هنا ايه؟ هاز قبلها. حاطت هاز قبلها. تمام. لما نيجي نضغط عليها دي جملة عادية جدا. الجملة اللي بعدها استخدمت هنا الكلمة اللي عندي اللي هي كانت بي. كانت بي. وحطيت بعدها الباست بارتيسبل. الباست بارتيسبل. تمام؟ الجملة اللي بعد كده كابر ايز داكتايل. كابر ايز داكتايل. وين يو بول ايز. ات كان بي شد يوكتايل. بط ات كانت بي بروكتايل. معنى الكلام دا؟ معنى ان انا بقول ان النحاس هو مادة قابلة للايه للسحب. يعني ايه للسحب؟ يعني قولنا للشد. بيقول هنا ان احنا وينوي بول ات. يعني لو احنا شدنا هو بيستراتشد معانا. يعني ايه استراتشد؟ يعني بيتمط معانا. But it doesn't or it can't be broken ما بيكسرش أبدا إيه الحاجة اللي ممكن تكون بنعرفها ليها نفس الخواص دي في الكابر الكابر اللي هو النحاس طبعا وإحنا عارفين إن إحنا من أهم الحاجات اللي بتعمل منها النحاس اللي هي الأسلاك الكهربائية اللي هي Electric Wires الWires دي لو إحنا بصينا بيبقى فيها بلاستيك وجوه فيه مادة خام كده لونها محمر شوية فعلا إحنا لما بنيجي نشد السلك هو بيتمط معنا A ولكن it doesn't break خالص ما بيكسرش معنا خالص تمام يبقى أنا هنا استخدمت Doctile وهنا Doctile هي Adjective علشان كده استخدمت قبلها إيه إز استخدمت قبلها إز وبرضه استخدمت في الجملة التانية Can't be اللي هو Negative بتاع can't be وحطيت بعدها الباست بارتسيبول اللي هو عندي اللي بريك تمام نايلون is tensile نايلون is tensile when you pull it it stretches but it doesn't break النيلون اللي هو مادة النيلون هو مادة tensile إن هي قابلة للشد قابلة للشد طيب هنا tensile adjective ولا noun فعلا هي adjective لأن أنا بصيت قبلها لقيت في عندي هنا إز لقيت عندي إز تمام when you pull it لو شدتها أو سحبتها بتتمط معاك stretches بتتمد معاك but it doesn't break but it doesn't break وفعلا ما بتكسرش معي طيب بعد كده gold is malleable gold is malleable malleable means قابلة للطرق قابلة للطرق إن أنا ممكن أدق عليها وما تجرلهش حي يبقى هنا malleable هنا adjective or noun أنا ببصت قبلها الأول لقيت هنا عندي إز يبقى مalleable إيه adjective excellent when you strike strike it what is the meaning of strike it يعني أدق عليها أو أضرب عليها it with a hammer with a hammer يعني إيه with a hammer يعني بيشكوش it changes its shape بيتغير شكلها but it doesn't break ولكن لا تتنكسر لو إحنا شايفين يعني إحنا مثلا خاتم معايا بدق عليه علشان أعمله شكل معين ما بيكسرش مني ولكن بيديني الشكل اللي أنا عاوزه علشان كده إحنا بنستخدم الجول في الحلية اللي إحنا بنلبسها سواء كان مدور مربع مستطيل بنقدر نشكله زي ما إحنا عاوزين ليه بنقدر نشكله زي ما إحنا عاوزين because it is malleable مalleable تمام يبقى الصفة دي بتخليني إن أنا أشكله زي ما إنا عاوز كمان إن هنا برضو إن أنا توضيح للصفة بنقول إن إحنا when we strike with a hammer on it بيحصل بيحصل إن هو بيتسحب معنا ولكن بيتغير شكله ولكن إن هو ما بيتكسرش أبدا أوكي نيجي بعد كده آه عندنا هنا الصورة دي هي التكست اللي عندنا اللي أنا كنت بتكلم عنه لما كنت بشتغل في الفوكاب وبقول إن إحنا هنتكلم عنه الصورة اللي عندنا هنا دي لحاجة اسمها wind surfboard what is the meaning of wind surfboard wind surfboard دوت هو القارب الشراعي وإحنا كنا بنشوفه كتير الأيام الأخيرة موجود عندنا في مصر لإن هو من الرياضات العالمية اللي بيخشوا فيها مسابقات وأولمبيات وحاجات كده تمام اللي إحنا عايزين نعرفه هنا إن إحنا عندنا wind surfboard ده floats on the sea floats on the sea يعني بيطفوا على وش البحر تمام وهو كمان مصنوع من إيه it's made of plastic foam it's made of plastic foam مصنوع من إيه من مادة اسمها plastic foam and it cannot sink what the meaning of sink خدناها في new vocab إن هي مش من إيه المواد اللي بتخليه يغرق لإن إحنا ماشيين فوق سطح الميا ماينفعش إنه هو يغرق تمام you should hold it if you fall into the water لو أنت وقعت في المية أنت ممكن كمان هو ينقذ حياتك وتطلع عليه تمام here the mast الماست اللي هو قلنا إيه اللي هو عندي الصاري بتاعي الصاري اللي عندي which is support is the sale الصاري ده لو إحنا بصينا هنا هنلاقي السيل اللي هو الشراع مصنوع من مادة حتة واحدة كده زي زمان كانوا في المراكب بيعملوها من القماش ولكن في الحاجات الجديدة مصنوع من البلاستيك تمام كمان عندنا هنا this is the poem البوم اللي هو العرضة اللي هو مسكها اللي هو اللي راكبها أو اللي هو اللاعب اللي موجود عندنا هنا فده بيمسكها كأنها عندنا زي الدريكسيوم بتاع العربية كده بيوجه بيها السيل دوت الشراع دوت علشان يمشي يمين أو شمال وهكذا تمام العرضة دي معمولة من الألومنيوم هي مصنوعة من الألومنيوم لأن هي قوية وكمان خفيفة في الشيل the rope is made of نايلون الرب أنا جاي أنا بجيب هنا كل الحاجات اللي احنا خدناها علشان أوظفها لك النيلون هنا احنا عملنا منه الرب ليه؟ لأنه هو بيتشد وما بيتقطعش تمام which has great inside the strength اهو لسه بيقوله if you fall off the board لو انت واعت من على البورد ده climb onto it again and pull the rope hard لو انت واعت من عليه شد الحبل جامد مش هيطقطع وهيطلعك تاني فوق البورد تمام بعد كده في عندنا برضو جملة هنا ممكن نقولها إن احنا عندنا but you are ready احنا دلوقتي لو احنا جاهزين but please put on your life jacket first أول حاجة هتعملها لو انت جاهز للإقلاع بالwind surf دوت لازم تكون لابس life jacket it will stop you from sinking ليه لابس life jacket لأن ده هيكون يحميني من الغرق تمام كده في الجملة جيكوا في الجملة جيكوا لها ده اللي احنا كنا عاوزين نعرفه عن الاستخدامات اللي احنا عملنا بيها الأشياء أو الأجزاء اللي احنا صنعنا منها الwind surf قلنا إن الصاري بتاعنا بيتعامل من الالومينم والعرضة برضو اللي هي البوم بتتعامل من الالومينم علشان يكونوا حاجة قوية البورد بتاعنا بتعمل من البلاستيك فوم لأنه هو بيمنع من الغرق كل الحاجات دي احنا قلناها قبل كده في البداية وده كان طبيق عملي على الاستخدام هنيجي بعد كده للجملة اللي بعد كده هنقرأ الجملة الأول the boom is made of aluminum because it is impossible to break because it is impossible to break يبقى هنا البوم بتاعي أو العرضة بتاعتي مصنوعة من الالومينم لأن هي من الصعب أو من المستحيل إنها تكسر أنا طبعا في البحر فلازم يكون الحاجة اللي أنا بستخدمها تكون safe for me اوكي ايه الحاجة هنا أو القاعدة اللي أنا اشتغلت بيها is made of is made of وجبت اسم الماتيريال بعد كده is made of واسم الماتيريال بعد كده طب is used for is used for لو أنا حبيت أغير الجملة وأعمل is used for يبقى بعد كده مش هجيب الماتيريال لأ هجيب الverb plus ing plus ing يبقى هنا لما أجي أقول is made of وأقول الماتيريال بعد كده ولكن الجملة اللي بعد كده بتقول لو أنا عايزة أجيب النون هنا في الأول وبعد كده أجيب الverb يبقى لازم أستخدم verb plus ing نشوف نشوف اللي بعد كده بيقول إيه الحبل مصنوع من النيلون which had great inside strength which had great inside strength يبقى أنا بقول هنا هو عندي نفس الجملة ذرب اللي هو النون بتاعي is made of والمادة الماتيريال بتاعتي يبقى هنا الحاجة اللي أنا صنعتها وهنا الماتيريال which had great inside strength تمام كده the mast is used for دي بقى الجملة التانية اللي أنا لسه كنت هقول عنها اللي هي بقول هنا المast is used for supporting the سيل أنا عرفت هنا إن المast مصنوع من إيه من الالومين طيب هو بيستخدم في إيه بيستخدم في supporting the سيل إن هو بيسند أو بيستخدم الشراع اللي عندي داروب is used for pulling up mast pulling up mast أهو جبت زي داروب is used for على بعدها لازم ييجي بعدها pull plus ing لو أنا بصت للجملة الأولانية اللي هي داروب is made of nylon which had great inside strength تمام دي هنا بصف المادة الخام بتاعتي علشان الصفة دي داروب is used for ايه بقى بيستخدم في ايه بقى بيستخدم for pulling up mast يبقى لو أنا عرفت استخدامه ايه يبقى لازم أجيب الصفة اللي هتخدمني في الاستخدام ده لو أنا عندي الروب دوت ما بيشدش الماست ولازم يكون عنده قوة تحمل ما كنتش عملته من ال ايه ال ناين تمام دي ليه علشان أنا الروب ده بستخدم انه هو يشد لي الماست عندي اللي هو الصاري فلازم يكون في الصفة اللي هي دي اللي هي great inside strength وضحت كده يبقى أنا هنا بعرف the properties of the material علشان أعرف which is used for يعني أنا هستخدمها في ايه أو which thing أو which part هعرف ايه الأجزاء اللي ممكن استخدمها فيه ليه لإني عرفت هنا properties of this material الروب هنا جزئية من الأجزاء أنا استخدمت الروب من مادة ايه النيلون why because it has tensile strength أوكي تمام كده طيب أنا عندي برضو هنا في الماست الماست is used from ايه بقى from aluminum هو بيستخدم في is made of aluminum is made of aluminum لي because it used for supporting the sale أنا عايز استخدم من الالمينيوم علشان هو عايز يكون متين وقوي وفي نفس الوقت يتحمل معي تمام طيب نيجي للجزئية اللي بعد كده وهي communication زي ما بقول كل مرة أنا عندي my unit أو الunit عندي consensus of three parts three parts number one اللي هي new vocab اللي إحنا استخدمناها في أول ما بدأنا ودايما بقول يا جماعة new vocab دي لازم بتتحفز كويس جدا how to pronounce it إزاي تقراها كويس جدا وإزاي إن إحنا نحطها في دماغنا لأنها بعد كده هتديني الجزئية التانية اللي هو part two اللي هو الهدف منه الدرس اللي هو text اللي عندي أو grammar اللي عندي إزاي أقدر أفهمه من خلال إيه new vocab دي لو أنا معرفتش new vocab زي ما احنا اشتغلنا دلوقتي طول ما احنا ماشيين بند examples لو أنا مش عارف خلفية عن new vocab دي مش هعرف أنا بأتكلم عن إيه هبقى أنا فوادي وإنت فوادي لأ إحنا الأول خالص نحن نحفظها كويس تيكستة عندنا كاملة على بعضها تالت حاجة كانت grammar كمان grammar كمان جزء من أجزاء اليونت وآخر حاجة عندنا في اليونت وهي communication what is the meaning of communication communication means that عندي some expressions help me to communicate with each other عندي مجموعة مصطلحات المصطلحات دي بتعلمني إزاي أتواصل مع الآخرين سواء زملاء سواء آخرين ده كله هنتعلمه في كل يونت هنتعلم جزئية مختلفة عن اليونت اللي قبلها نيجي لأول حاجة النهاردة هنتكلم عنها وهي some adjectives هنتكلم عنها وإزاي نقدر نستخدم intelligent عندي هنا adjective وبرضو عندي noun بتاعتها لازم أشوف الأجكتف هنا intelligent 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 what is the meaning of intelligence ذكي intelligence intelligence ذكاء intelligence means ذكاء punctual punctual what is the meaning of punctual مواظب مواظب punctuality 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 اللي هي المواظبة attentive attentive what is the meaning of attentive attentive mean منتبه concentrate concentrate in the class ok منتبه attentiveness 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 وتد the meaning of attentiveness اللي هي الانتباه أو النون لattentive ok keen 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 means مغرم بي أو شغوف يعني أنا ببقى مغرم بمادة معينة بحرفة معينة بأي حاجة ببقى مغرم بيها أو شغوف بيها keenness 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 اللي هي النون لkeen cooperative 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 آه دي متعاون متعاون cooperation cooperation يعني تعاون التعاون honest 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 أمين أو صادق يعني doesn't lie doesn't lie ما بيكذبش أبدا honesty honesty what is the meaning of honesty اللي هي النون لأونست اللي هي الأمانة تمام طيب هناخد بسرعة كده ايجزامبل سريع احنا قلنا قبل كده اني أنا عندي في الامتحانات في الآخر لازم أعرف how to answer the question how to answer the question answer the question through the vocab in this unit through the vocab in this unit أنا تعلمت الفكاب علشان أقدر أحل برضو الأسئلة لازم عشان أحل السؤال أعرف الميننج بتاع السؤال بتاعي طب أعرف الميننج ازاي through the vocabs which I learned through the lesson right هنيجي النهاردة دي جزئية أو نوع من نوعية types of the final exam يعني نوعية امتحانات آخر العام تمام فهناخد منها جزئية بسيطة احنا عندنا أول جزئية وهي to the correct answer الجزئية دي عبارة عن إيه أنا عندي هنا في جملة فيها جملة نقصة الجملة دي في عندي four choices يعني عندي أربع اختيارات لازم أعرف الاختيار كويس جدا وأعرف أقرأ كويس قوي ولو أنا حافظ مجموعة كلمات هقدر أحل النوعية دي من الأسئلة let's go windows are made of glass because it's space windows are made of glass because it's space طيب هو عندي جملة أنا خدتها قبل كده بتقول إيه إن الزجاج إن الشباك مصنوع من الزجاج لإن أنا عندي كذا حاجة transparent flexible ductile durable فعلا هي كلمة transparent إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية الحلقة اليوم إن شاء الله وعلى أمل إن إحنا نتقابل في حلقات جديدة good luck and goodbye thank you مصنوع من الزجاج